بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالفضائل والمناقب والكرامات في قسمه الثاني المتعلق بغير النكاح ومضت منها عشرون مسألة كان تمامها ليلة الجمعة الماضية وها نحن ذا نشرع في تعداد ما بقي من مسائلها في المجالس المقبلة وأول هذا في مجلس الليلة المسألة الحادية والعشرون من خصائص نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الحادية والعشرون يرى من وراء ظهره كما ينظر أمامه قال في الشامل ومعنى ذلك الحس والتحفظ قال الشامل قال في الشامل أي إمام ابن الصباغ أحد فقهاء الشافعية في كتابه الشامل مفسرا معنى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره أن المعنى هو الحس والتحفظ هذه هي المسألة الحادية والعشرون ودليلها ما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتيها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري وللإمام مالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم وعند مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار وعند البخاري من حديث أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رق المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم وعلى هذه الروايات في صريح إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى من ورائه فهذه خصوصية عظيمة عجيبة ولا شك وهي في عداد المعجزات فضلا عن أن تكون من الخصائص ثم اختلف العلماء في تفسير هذه الرؤية ومعناها أهي حقيقية رؤية عين فكيف تفسيرها أم هي مجازية والمراد رؤية القلب ولهذا قال ابن الصباغ في الشامل معنى ذلك الحس والتحفظ فذهب إلى حملها على معنى الرؤية المجازية وقيل المراد العلم إما بأن يوحي الله إليه كيفية فعلهم وإما بأن يلهم وهذا أيضا حمل على المجاز وفيه نظر لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله لأراكم من وراء ظهري فإن العلم يحصل أيضا بما يكون أمامه أو بما هو غائب عنه صلى الله عليه وسلم ومنع العلماء من حملها على الرؤية الحقيقية وهو الظاهر لصريح الرواية ولفظها وأن الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم ثم هي معجزة إن خرقت بها العادة له عليه الصلاة والسلام ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله أخرج الحديث في علامات النبوة وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره وجزم القاضي غير واحد من العلماء وجزم غير واحد من العلماء بهذا المعنى وهو ظاهر رواية مسلم إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي وهذا الإدراك في الرؤية على معناه الحقيقي يمكن أن يفسر بأكثر من وجه يجوز أن يكون كما يقول بعض أهل العلم برؤية عين إن خرقت له العادة فيه أيضا فكان يرى بعينه من غير مقابلة نحن نرى بأعيننا ما يقابلها فربما كان له عليه الصلاة والسلام معجزة أن يرى بعينه من ورائه ويحمل أيضا على معنى آخر أن تكون بإحداث الله تعالى إدراكا له خلقه في شيء من ورائه وأن يكون علما يرى به النبي عليه الصلاة والسلام وذهب بعضهم إلى معنى بعيد فقال كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياطي يعني مثل خرم الإبرة أو عين الإبرة يرى بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره وهذا الذي سيذكره المصنف عما قريب الآن في هذا القول على بعض ما ذهب إليه بعضهم وهو مستبعد وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة أمثلتهم فيشاهد أفعالهم كل هذا محاولة لتفسير كيف أن تكون الرؤية حقيقية بمعنى الإبصار والأسلم من ذلك لألا يتحمل فيها تكلف قد لا يساعد عليه شيء من استيعاب وإدراك أن يقال بل هو بأمر الله جل جلاله وأنه سبحانه خلق له إدراكا فكان يبصر على ظاهر الرواية والله أعلم بكيفيتها ومن الغريب المستفاد ما ذكره الزاهدي مختار بن محمود الحنفي شارح القدوري ومصنف القنية في رسالته الناصرية أنه عليه الصلاة والسلام كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط وكان يبصر بهما ولا يحجبهما الثياب وإثبات مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح تقوم به الحجة وإلا ستبقى دعوة لا مستند لها والله أعلم بها لكنه لا يمكن إثباتها بغير دليل وذكر في هذه الرسالة أنه قيل ظهر على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ألف معجزة وقيل ثلاثة آلاف وذكر في هذه الرسالة أيضا أن من معجزاته إن بات النخلة في سنام البعير وإدراك ثمرها في الحال ثم تناولها الحاضرون فمن علم الله منه أنه يؤمن كانت الثمرة حلوة في فمه ومن علم أنه لا يؤمن عاد حجرا في فمه وكل هذا أيضا مما هو مستبعد ولعل المصنف رحمه الله ذكره في سياق استبعاده لما ذكره عنه أولا في تفسير الرؤية بأنها عينان كانت بين كتفيه مثل سم الخياط ثم أورد أن في الرسالة من المستبعد والمستغرب والعجيب مما لا يثبت بدليل أمثال هذه المجازفات التي لا يقبلها علم ولا يثبتها دليل والله أعلم ومعجزات نبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه وكراماته فيها من الصحيح الثابت ما لا نحتاج معه إلى إثبات الضعيف والساقط وما لا تقوم به رواية فضلا عن سوق ما هو أقرب إلى الخرافات والمبالغات التي ربما كان إثباتها تشنيعا وحطا من قدر النبوة ومقامها العظيم ونبينا صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك ومقامه أجل وأعظم عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية والعشرون تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر وتطوع غيره على النصف قاله صاحب التلخيص والبغوي والرافعي وأنكره القفال وقال لا يعرف هذا بل هو كغيره وهو غريب فهو ذهول عما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لستك أحد منكم لا جرم قال النووي في الروضة المختار الأول وقال في شرح مسلم في باب صلاة الليل إنه الصواب الذي قاله أصحابنا وذكر هذه الخصيصة القضاعي فيما خص به دون سائر الأنبياء قبله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه من خصائصه إثبات تمام الأجر في صلاته قاعدا صلى الله عليه وسلم في النافلة والتطوع ولو صلى لغير عذر إن صلى قاعدا على أن الحكمة الشرعية لسائر الأمة غيره عليه الصلاة والسلام أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في صلاة التطوع لغير عذر ومبنى ذلك فقها يا كرام أن القيام مع القدرة ركن في الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عنه وينبغي ويتعين على المصلي أن يقف هذا في الفريضة أما النافلة فالباب فيها أوسع فرخص فيها الصلاة جالسا ولو لغير عذر إلا أن الأجر ينحط على النصف أما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت خصوصيته في ذلك إثبات تمام الأجر وقد تقدم في ذلك حديث مسلم الذي رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عندما أتى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فعرض استشكاله وقال يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصد قاعدا قال أجل ولكني لستك أحد منكم وهذا صريح الخصوصية وعليه تحمل الرواية ولهذا قال النووي في الروضة المختار الأول الأول من القولين المذكورين في صدر المسألة لما قال المصنف أنكره القفال في قول غريب وقال لا يعرف هذا بل هو كغيره قال المصنف هذا غريب وهو ذهولا عما ثبت في صحيح مسلم فلما قال النووي رحمه الله في الروضة والمختار الأول تعقبه بعض أهل العلم وقال إن النووي رحمه الله لما قال المختار الأول كان ينبغي أن يقول كما يقول الشيخ البلقين رحمه الله بل يقول الصواب الأول وليس المختار لأن مقابله غلط جدا فهو قول صدر من غير معرفة بالحديث والذي يقال بل هو الصواب صحة ذلك وإثباته خصوصية وإنكاره غلط ظاهر يُعذر صاحبه لعدم وقوفه على الدليل أو معرفته بالرواية المذكورة هنا في صحيح مسلم فقوله إني لست كأحد منكم إثبات لخصوصية عليه الصلاة والسلام قال النووي رحمه الله معنى الحديث أنه إذا صلى أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما قال وأما الفرض فإن صلاته قاعدا مع القدرة على القيام لا تصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى فهذا معنى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وبه قال الجمهور وحكاه القاضي عياض عن جماعة كالثوري وابن الماجيشون وحكاه الباجي عن أئمة المالكية بحمل ذلك على المصلي لفريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر وعلى كل فقد تقدم تفصيل المسألة في بيان معناها ومما تأول العلماء هذا الصنيع أو هذا الحكم في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال تشريفا له ووجه التشريف فيه أنه عليه الصلاة والسلام أذن له ورخص له في الصلاة قاعدا وحسب له أجره كاملا عليه الصلاة والسلام لما خصه الله تعالى به من معاني كريمة يقول القاضي عياض لما لحقه مشقة من القيام لحطم الناس والسن فكان أجره تاما صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من إدراك فضيلة هذا المقام الكريم لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الثالثة والعشرون يخاطبه المصلي بقوله سلام عليك أيها النبي ولا يخاطب سائر الناس يعني في الصلاة فإن من خاطب أحدا داخل الصلاة بطلت صلاته فلو عطس بجوار المصلي مصلي آخر أو رجل خارج الصلاة فقال الحمد لله فلو قال له المصلي يرحمك الله خطابا له بطلت صلاته لأنه كلام لا تصح الصلاة به وأما مخاطبة المصلين للنبي عليه الصلاة والسلام في قولنا في التشهد السلام عليك وهو خطاب السلام عليك أيها النبي فهي خصوصية وهي كرامة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في جملة من الروايات التي رويت بها أحاديث صفة التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها حديث بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كثير ممن روى الحديث قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخرجه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن ورواياته كثيراً فقوله السلام عليك أيها النبي صريح في ذلك ومن تمام فقه المسألة أيها المباركون أن في بعض روايات الصحيحين تتمة في كلام ابن عباس رضي الله عنه في رواية الحديث قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي وقد تكون في دلالته الظاهرة أن الخطابة للسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد مماته غير واجبة وأن الصحابة تنتقل إلى قولهم السلام على النبي وهذا كما رواه عدد من أصحاب السنن في رواية ابن مسعود لما قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كذا وهو مما أخرجه أبو نعيم في المستخرج على مسلم وأبو عوانة أيضاً في المستدرك وغيرهم من تتمة رواية ابن مسعود للحديث وقد رواها غيرهم أيضاً من أصحاب السنن فهذا إن صح عن الصحابة كما يقول ابن السبك فهو مشكل والصواب أنه صح عن ابن مسعود وله شاهد عند عبد الرزاق في المصنف قال عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حيّن السلام عليك أيها النبي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي وهو صحيح الإسناد والجواب عن هذا كما ذكره عدد من أهل العلم أن الرواية التي في الصحيحين لم ترد فيها لفظة ابن مسعود رضي الله عنه المذكورة والصواب أيضاً عدم تكلف ذلك بجواب غير ظاهره وهو أنه رضي الله عنه فرق بين حالتي الحياة والموت ولا يجعلان على حد واحد ولا يتأول لفظ لمسعود إلا على ظاهره لكن الجواب الأسد من ذلك ما ذكره غير واحد كابن البلقين رحمه الله تعالى لما قال لم يتكلم شراح البخار على هذه اللفظة وإشهارها وإظهارها فتعين لأجل هذا ثم قال وقد اختار الإمام مالك تشهد عمر فأخرجه في الموطة من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال بعض أصحابه ذكر مالك في هذا الباب تشهد عمر ورجحه على تشهد عبد الله بن مسعود وإن كان مسندا متصلا وتشهد عمر موقوفا لأن عمر كان يعلمه الناس على المنبر بين ظهر ني الصحابة الذين فيهم ابن مسعود وابن عباس قال ولم يسمع من أحد منهم نكير فصار إجماعا على الترجيح قال فتقرر بذلك أن هذا لا يصح عن الصحابة كلهم أصلا كيف وعمر رضي الله عنه في خلافته يعلم الناس ذلك على المنبر بعد وفاة الصديق رضي الله عنه ولو قدر مخالف لم يقدح في الإجماع انتهى كلامه رحمه الله ويؤيد هذا الرد ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه متشهد فذكره فقال ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهره أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف فالجواب ما تقدم أن إجماع الصحابة ورواية عمر على المنبر والصحابة شهود أرجح في مقابلة الموقوف على غيرهم من الصحابة كابن عباس أو غيرهم رضي الله عنهم جميعا وقيل في الفائدة أيضا ما الحكمة في العدول يعني الغيبة إلى الخطاب في قولنا السلام عليك أيها النبي مع أن من لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي كما في رواية ابن مسعود الآنفة فينتقل من تحية الله التحيات لله إلى التحية للنبي السلام عليك أيها النبي إلى التحية النفس السلام علينا إلى تحية الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانظروا كيف قلنا التحيات لله ثم قال السلام عليك ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالجواب فالجواب كما قال الطيبي نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي علمه للصحابة وثمت أجوبة أخرى يذكرها بعض أهل العلم في هذا السياق لا حاجة إلى الوقوف على تفاصيلها وهذا قدر يتعلق بمسألتنا في خصوصية مخاطبة له في الصلاة على وجه واجب هو من واجبات الصلاة بأن نقول السلام عليك أيها النبي ولا يخفى أن إثبات الحياة البرزخية للنبي صلى الله عليه وسلم التي ثبت بها الدليل الصحيح في إثبات رده السلام على من سلم عليه تساعد على فهم أتم لهذا المعنى في هذا التشريع وهذا الحكم في الصلاة بأننا نخاطب نبيا حيا في قبره حياة برزخية رزقه الله كرامة برد السلام على من سلم عليه فإذا استشعر المصلون هذا في صلاتهم وأنهم في جلستهم للتشهد يرفعون بشرف وكل فخر تحياتهم لربهم وخالقهم وهم جلوس بين يديه في الصلاة ثم يبعثون سلامهم إلى نبي أمتهم عليه الصلاة والسلام وهم يرون في ذلك أيضا صلة وثيقة لهم رغم تعاقب أجيالهم بنبي أمتهم عليه الصلاة والسلام ليقولوا اليوم وأمس وغدا وإلى يوم القيامة السلام عليك أيها النبي فيبعثه سلاما حاضرا إلى نبي يرد عليه سلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكل ذلك مجموع مما يعين ويبعث على استجماع المصل قلبه واستحضاره خشوعه في الصلاة فإنها معاني عظيمة إذا استحضرها المصل كانت أبلغ في إدراكه الدرجات الأكمل من خشوعه الذي هو من أعظم واجبات الصلاة وأكدها الذي تتحصل به درجاتها الكاملة رزقنا الله وإياكم من واسع فضله المسألة الرابعة والعشرون لا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية ولا أن يناديه من وراء الحجرات قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية هذه من الخصوصيات الأدب وعدم رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام وتقدمت الآية الصريحة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا منادته من وراء الحجرات فهو أيضا ممتنع لذلك جاء الزم في القرآن في سورة الحجرات أيضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وهذا كله فيما جاء في آداب المسلمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات السورة الكريمة وحديث أنس لما قال افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه قال ما شأنك؟ قال شر كان يرى رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال فقال الراوي عن أنس فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة هذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم عن سعد بن معاذ فسأله فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت اشتكى قال إنه لجار وما علمت له شكوى إلى آخر الحديث قال بل هو من أهل الجنة رضي الله عنه فهذا دلالة على أن الصحابة استعظموا هذا التوجيه الإلهي الكريم وهذا الأدب فانحبس بعضهم عن إتيانه مخافة أن يكون قد رفع صوته وهذا كما سيذكر المصنف أيضا ثبت عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله عنهم جميعا تحملوا هذا الأدب النبأ الإلهي الكريم على أحمل على أعظم محامله فكانوا في غاية الأدب مع نبي الله صلى الله عليه وسلم ولهذا في رواية بن جريج ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت فما كان عمر بعد ذلك يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه وإذا كان كذلك تبين لنا أنهم رضي الله عنهم أدركوا هذا الأدب وهو ولا شك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل قد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن فالجواب يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي ويحتمل أن يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل واحدة منهن ذكره القاضي عياض هذا جواب عن استشكال وقد أورده القاضي عياض رحمه الله تعالى وأورد الإشكال وجوابه كيف ثبت أن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أتى فوجد النسوة عند النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه عالية أصواتهن فأنكر عليهن ذلك عمر رضي الله عنه وفي لفظ فأذن لما أقبل عمر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فوجده جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا وأما لفظة عالية أصواتهن فهي عند الإمام مسلم والدليل على ذلك أو الدلالة فيه من ذلك ارتفاع أصواتهن فكيف يقال هذا نهي إلهي وقد وقع من نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجواب من وجهين إما أن يكون هذا قبل النهي ثم لم يتكرر امتثالا لتوجيه القرآن أو أن يكون المراد بعلو الصوت ما يحصل من اجتماع الصوت للمجموع لا بارتفاع صوت الواحدة منهن فإن صوت الجماعة يكون له عند تداخل الأصوات واجتماعها من الارتفاع ما ليس للانفراد وعندئذ لا يصدق على الواحدة منهن أن صوتها ارتفع فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف المفسرون رحمة الله عليه في بيان معنى رفع الصوت في الآية ما معنى لا ترفعوا أصواتكم قيل المراد به الحقيقة رفع الصوت يعني أن يكون مسموع الصوت المتكلم أعلى من مسموع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رفع الصوت على هذا النحو دلالة على قلة الاحتشام وترك الاحترام وأن القلب إذا خشي ارتجف وضعفت حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت إلا بضعف وأما من تجاوز هذا ولم يبالي فإن قلبه ثابت فيدفعه الهواء بقوة فيحمل من معاني ارتفاع الصوت قلة الاحتشام وقلة الأدب والاحترام وهذا وجه وقيل بل المراد به المنع من كثرة الكلام لا رفع الصوت على الحقيقة لأن من يكثر الكلام يكون متكلما عند سكوت غيره فيكون في وقت سكوت غيره مرتفع صوته ولو كان متأدبا قليل الكلام ما ظهر له صوت فلا يكون له هذا المعنى وقيل المراد رفع الكلام بالتعظيم يعني لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب وهذا من الأساليب كما يقول القائل غير أمرتك مرارا بكذا وهذا لا يليق أن يخاطب به شخص من هو أعلى منه احتراما وأدبا فلا يقول خاطبتك كلمتك أمرتك أخبرتك بهذا من قبل فيكون الارتفاع هنا معنويا لاحسيا بالصوت وهو نوع من الترفع أيضا في الكلام فالمعنى لا تترفع في الكلام وهذا وجه فسر به أيضا الآية الكريمة قال الإمام الرازي والقول الأول وأصح والكل يدخل في حكم المراد لأن المنع من رفع الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ومن بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الأصوات عنده من هيبته وعلو مرتبته فلا يكثر عنده الكلام ولا يراجع في الخطاب وهذا كلام لطيف من كلام الإمام الرازي رحم الله الجميع نعم قال القرطبي قوله تعالى ولا تجهر له بالقول الآية أي لا تخاطبوه يا أحمد يا محمد ولكن يا نبي الله يا رسول الله توقيرا له يعني لا تنادوه باسمه المجرد كما تنادون بعضكم بعضا لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم يعني لا تنادونه باسمه المجرد المجرد عن التوقير والأدب والاحترام يا محمد يا أحمد ولكن بلفظ التشريف يا نبي الله يا رسول الله توقيرا له هذا وجه في تفسير معنى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم نعم وقيل لا تجهروا أي عليه كجهر بعضكم بعضا الكاف كاف التشبيه أي لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافته وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة قال وكره بعضهم رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم نعم هذا قول آخر أن الجهر المنهي عنه ليس مطلق الجهر إلا كيف سيسمع عليه الصلاة والسلام لكن الجهر هنا مقيد لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وليس الجهر مطلقا لأن الجهر مطلقا لو كان منهيا عنه لن يكلموه إلا بالهمس والمخافة وليس هذا المراد وهو كما ذكر أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في فعلهما لذلك حيطة وتحفظا من هؤلاء الكبار الكمل رضي الله عنهم جميعا لكن المراد هذا الوجه المقيد لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إذن النهي عن رفع الصوت هو المنع أن يجعل الإنسان كلامه أو صوته أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وفيه من الأدب معه في المخاطبة وعدم المراجعة وتوقير الخطاب ما هو معلوم ظاهر وأهل العلم عدوا هذا الحكم والأدب إلى من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يدرك شرف الصحبة ليكون هذا الأدب مستمرا إلى زماننا وإلى من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة كيف هذا ذكروا له وجهين الأول عند قبره لمن زار مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك المقام العظيم الشريف مصليا أو مسلما عليه صلى الله عليه وسلم أن يبقى على هذا الأدب فلا يرفع صوته في ذاك المقام قال وكره بعضهم رفع الصوت عند قبره وبل هذا صحيح وعمر رضي الله عنه هم بمعاقبة الرجلين الذين ارتفعت أصواتهما في المسجد فحصبهما فأقبل بهما إليه فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف قال ألا ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن استشعر أيضا معنى حياته صلى الله عليه وسلم في قبره الحياة البرزخية أدرك جليا معنى استصحاب هذا الأدب وأما الوجه الثاني في بقاء هذا الأدب في تطبيق عملي في الأمة إلى يوم القيامة فهو الأدب بخفض الصوت وغضه في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تبقى الأصوات منخفضة وأن يبقى المجلس على هيبة واحترام كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروى حديثه كأنما جالس بينهم متحدثا فيكون من الأدب والوقار خفض الصوت في ذلك المجلس وما زال أهل العلم عامة وأهل الحديث خاصة يدواصون بهذا الأدب ويربون عليه جلاس مجالس إسماع حديث رسول الله وروايته ومدارسته صلوات ربي وسلامه عليه وكره بعضهم رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا لن يكون قياسا بتعدية الحكم لبناء علة مشتركة فلا علة في غير النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق فيه معنى العلة التي ثبت الحكم فيها والأدب لأجله عليه الصلاة والسلام فهو نبي عظيم رفيع القدري لكن أهل العلم يذكرونه استئناسا فإن مجلسه عليه الصلاة والسلام مجلس أدب وعلم وتعلم للشريعة وصيانة ومجالس العلماء وهم ورثة الأنبياء تحمل السمت ذاته فجعلوا وقرروا من آداب طلاب العلم في مجالسهم مع علمائهم هذا الأدب في خفض الصوت وغضه والاحترام وعدم الجهر أو الإساءة تشريفا لهم لما شرفهم الله تعالى به من مقام وراثة النبوة الكريمة قال العلماء معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته أي إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عن جهوركم عن جهوركم كشبه الأبلقي لا أن تغمروا صوته بلغطكم وتبهروا منطقه بصخبكم والله أعلم قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه وإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به صلى الله عليه وسلم قال وقد نبه الله سبحانه وتعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الحكم مثل ما للقرآن إلا معاني مستثنى بيانها في كتب الفقه والله تعالى أعلم المسألة الخامسة والعشرون لا يجوز أن يناديه باسمه فيقول يا محمد يا أحمد وقد تقدم هذا في بعض تفسير بعض وجوه تفسير الآية ولا تجهروا له بالقول فإن من المعاني المذكورة هناك أي لا تخاطبوه باسمه المجرد كما ينادي بعضكم بعضا وهي مسألة مستقلة لأن الجهر بمعنى رفع الصوت غير مسألة النداء بالاسم المجرد ولذلك أفردها هنا في مسألة مستقلة لا يجوز أن يناديه باسمه فيقول يا محمد يا أحمد ولكن يقول يا نبي الله يا رسول الله لما تقدم من حديث أنس أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا رسول الله أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك الحديث والصواب في الرواية التي يذكرها المصنف كما أخرج البخاري أن الرجل قال يا محمد أتانا رسولك وعليه يكون موضع الشاهد في الحديث الذي سيثير المصنف إشكاله أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا محمد فلم يقل يا رسول الله فهذا وجه إشكال يجيب عنه المصنف نعم أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك الحديث لعله كان قبل النهي أو لم يبلغه النهي نعم هذا الجواب والرجل هنا هو ضمام ابن ثعلبة كما سمى نفسه في آخر الرواية رضي الله عنه وأرضاه جاء مقتصدا في سؤاله محددا في مسألته وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بتثبيت أصول الدين وأركانه العظام فقال لعل ذلك كان قبل النهي لأنه لو جاء فقال يا محمد والله وقال لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فيه من الأدب عدم التجرؤ على مقام النبوة بمثل هذا وقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلونه وأيضا في نفس المعنى الذي ينبغي أن يستشعر فيه مقام النبوة بأدب وأن الله عز وجل خصه بهذا المقام العظيم والأدب معه ولو كان على سبيل النداء لكن يقول يا نبي الله وقد قال الله تعالى أيضا في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال سعيد بن جبير ومجاهد المعنى قولوا يا رسول الله في رفق وليل ولا تقولوا يا محمد بتجهوم قال قتاده أمرهم سبحانه أن يشرفوه ويفخموه قال الزركشي ولهذا لم يخاطب في القرآن باسمه وإنما خوطب يا أيها النبي ويا أيها الرسول بخلاف غيره من الأنبياء نعم جاء قوله ما كان محمد أو محمد رسول الله لكن الله إذا ناداه في القرآن فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول فإذا كان النداء الإلهي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم محفوفا بهذا التفخيم والتعظيم والتوقير فنداء أفراد أمته له من باب أولى أن ينادي أحدهم نبيه بهذا الوصف من الأدب امتثالا لهذا التوجيه الكريم كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى ولهذا ذكر أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه قال أكره أن يقول الرجل قال الرسول بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معظما هكذا رواه العبادي في طبقاته في ترجمة البخاري وعقب عليه ابن الصلاح فقال أحسب أن أبا عاصم أحد رواته واهم وأن محمد بن إسماعيل المقصود في الروا ليس هو البخاري بل هو السنمي وعلى كل حال فالمقصود أن كراهة الشافعي لقول من يقول قال الرسول من غير إضافة لأنه ليس فيه من التعظيم مع ما فيه من الإضافة ولا يرد قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لأنها ورد في مثل كلام الله مأمون منهما يخشى في خطاب الغير وعلى كل حال فهذا الذي جاء في روايتي الرجل هنا الذي قال يا محمد تزعم أن الله أتان رسولك فزعم أنك الله أرسلك فحمل على ما وقفتم عليه من المعنى الذي لم يكان قبل النهي وهو أسد من أن تقول كان لم يبلغه النهي لأن النهي لو لم يبلغه لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام ولوجهه في الحال والعلم عند الله وروا يعقوب بن أبي إسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن حميد قال ناظر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بن العباس الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين يدي الخليفة في ذلك اليوم خمسمائة سيف فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم الآية ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم الآية وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية وإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا قال فاستكان لها الخليفة أبو جعفر المنصور وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام بل استقبله واستشفع به قال تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك الآية هذه القصة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى المسألة فيما رواه يعقوب بن أبي إسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن حميد وابن حميد الرازي ضعفه الحافظ في التقريب وقال أيضا كان ابن معين حسن الرأي فيه لكن الحكاية المذكورة هنا قد فندها عدد من أهل العلم وكذبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هي كذب على الإمام مالك وليس لها إسناد معروف وأن إسنادها غريب منقطع وساق الإسناد في مناظرة الخليفة أبي جعفر المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام هذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمان أبي جعفر المنصور وقال وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين عنه ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث وأطال في تفنيد القصة لأنها تشتمل على معاني إثباتها لمثل الإمام مالك رحمه الله لها وزنها ولها وقعها لما قال أستقبل القبلة وأدعى ما أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل استقبله واستشفع به وهذا خلاف ما تقررت به جملة الأدلة والقواعد الشرعية من أدب الدعاء في التوجه إلى القبلة ورفع اليدين والتوسل إلى الله جل جلاله بما يشرع به التوسل لكن الرواية على كل حال إن لم تثبت فلا حاجة إلى مناقشة ما جاء فيها لتفسيره أو تأويله أو توجيهه لأنها متى كانت ضعيفة أغنى ضعفها عن تكلف الجواب عنها والله أعلم المسألة السادسة والعشرون شعره طاهر وإن الجسن شعر غيره من الناس وكذلك بوله ودمه وسائر فضلاته على أحد الوجهين لأصحابنا هذا على طريقة الشافعية ومذهبهم في الحكم بنجاسة شعر الآدمي فيستثنون من ذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون خصوصية والذي عليه جمهور الفقهاء طهارة الشعر وعندئذ فلا خصوصية في طهارة شعر نبينا صلى الله عليه وسلم أما البول والدم وسائر الفضلات فهذا الذي يثبت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بول غيره ليس بطاهر ولا سائر فضلاته كذلك والحاصل أن الفقهاء كما يقول ابن رشد الفقيه في البداية في بداية المجتهد قال اختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعي إلى أن العظام والشعر ميته وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميته وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميته ومعنى ميتة يعني لا تحله الحياة والحس ولهذا فلما سئل الحافظ عبد الغني المقدسي هل روي أنه صلى الله عليه وسلم كان ما يخرج منه تبتلعه الأرض قال قد روي ذلك من وجه غريب قال والظاهر يؤيده لأنه لم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه رآه ولا ذكره يعني لم يذكر أنه رآ شيئا من فضلات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لم يرد في شيء من الروايات قال وأما البول فقد شاهده غير واحد وشربته أم أيمن والله أعلم فكان هذا من المذكور عند الفقهاء في مسألة حكم طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في ثنايا كلام المصنف في تتمة المسألة أيضا تعرض لها وينبغ اختياره وقد صححه القاضي حسين من أصحابنا وكان يستشفى ويتبرك ببوله ودمه كذا عبارة النووي في الروضة وعبارة الرافعي وكان يستشفى ويتبرك ببوله ودمه قال السهيلي وفي شرب بوله ودمه من الفقه أنهما يخالفان بول غيره ودمه في التحريم ولم ينكر والله أعلم ذلك للحديث الذي بيناه في نزول الملكين عليه حين غسل جوفه بالثلج في طشت الذهب في طشت الذهب فصار بذلك من المطهرين هذا كما سيذكر المصنف أيضا في بعض الروايات أن أبا طيبة الحجام شرب دمه ولم ينكر عليه وأن أم أيمن شربت بوله فقال إذن لا تلج النار بطنك ولم ينكر عليها ويروى أيضا شرب دمه عن علي وابن الزبير أيضا وقال كثير من الفقهاء حكمهما يعني البول والدم كحكم من غيره قياسا وحملوا الأخبار الثابتة في ذلك على التداوي وأنه قال لأبي طيبة لا تعد الدم كله حرام يقول الإمام النووي رحمه الله واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحجام حجمه وشرب دمه ولم ينكر عليه وأن مرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها يقول النووي وحديث أبي طيبة ضعيف وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدار قطني وقال هو حديث حسن صحيح وذلك كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا يقول النووي رحمه الله وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولا أمرها بغسل الفم ولا نهاها عن العود إلى مثله ثم قال إن القاضي يا حسين قال الأصح القطع بطهارة الجميع انتهى وهذا كله محمول على تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحكام قال السهيلي لأن شرب بوله ودمه يخالفان بول غيره ودمه فلم ينكر للحديث الذي تقدم واستدل له أيضا في أصل ذلك بحديث غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل جوفه بالثلج في طست الذهب لما نزل عليه الملكان في أكثر من قصة حدث فيها أو ثبت فيها حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان قد ثبت غسل جوفه الطاهر بطست وتطهيره أصبح جوفه طاهرا فصار من المطهرين فكانت فضلاته إذن طاهرة وهو استدلال لطيف ذكره المصنف هنا عن السهيلي رحمه الله تعالى واعلم أن الرافعي نقل عن أبي جعفر الترمذي الطهارة في الكل وهو خلاف ما في الماء وهو خلاف ما في الماء وردي حيث قال في حاويه في باب الأواني وكان أبو جعفر من أصحابنا يزعم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحده طاهر وأن شعر غيره من الناس نجس لأنه عليه الصلاة والسلام حين حلق شعره بمنا قسم بين أصحابه ولو كان نجسا لمنعهم منه قيل له فقد حجمه أبو طيبة قيل له يعني الكلام عن أبي جعفر الترمذي محمد بن أحمد شيخ الإسلام وليس هو الإمام الترمذي صاحب السنن قيل له فقد حجمه أبو طيبة وشرب دمه بحضرته أفتقول أن دمه طاهر؟ فركب الباب وقال أقول بطهارته يعني اضطرد في إثبات الطهارة بحكم إقرار شربه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قيل له فقد روي أن امرأة شربت بوله فقال لها إذا لا يجعك بطنك إذا لا يتجع بطنك يعني لا يصيبه الوجع إذا لا يتجع بطنك أفتقول بطهارته؟ قال لا لأن البول منقلب من الطعام والشراب وليس كذلك الدم والشعر لأنهما من أصل الخلقة وحاصل ذلك أن لا نقول وحاصل ذلك أن لا نقول بطهارة البول والغائط والقيء على خلاف ما ذكره الرافعي نعم الخلاف ثابت عن غير أبي جعفر حكاه القفال في شرح التلخيص في الخصائص وتلقاه منه جماعة حاصل هذه الرواية الفقهية عن أبي جعفر الترمذي هو الاستدلال الفقهي في طهارة الشعر والبول والدم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه التزم بطهارة الشعر والدم أما البول فأثبت الفرق بينه وبين غيره بقوله لأنه منقرب من الطعام والشراب يعني هو متخلص منهما وليس كذلك الدم والشعر بل هما من أصل الخلقة فما كان من أصل الخلقة كان طاهرا وما كان منقربا عن الطعام والشراب كان فضلا فلا يستقيم الحكم فيها بالطهارة قال وحاصل ذلك أن لا نقول بطهارة البول والغائط والقيء على خلاف ما ذكره الرافعي والخلاف ثابت عن غير أبي جعفر يعني من فقهاء الشافعية وخلاصة المسألة في الروايات تحديدا لأن عليها كلام الفقهاء في إثبات قصص وأحاديث وروايات شرب بوله أو دمه عليه الصلاة والسلام عن غير واحد وتتمة للفائدة فإن ما جزم به البلقيني رحمه الله تعالى في الخصائص بأن أبا طيبة الحجام شرب دمه وأن أم أيمن وأم يوسف شربت بوله ولم ينكر عليهم وجزمه بذلك جميعا على مستوى الروايات المذكورة كما يقول العلامة الخيضري غير جيد منه فإن مثل ذلك إنما يجزم به إذا كان صحيحا محتجا به وكل ذلك لم يصح ثم فند فقال أما حديث أبي طيبة الحجام وقول النووي إنه معروف وهو ضعيف فقصة أبي طيبة ليست في شيء من الروايات بسند صحيح ولا ضعيف والذي رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء حائط فنظر يمينا وشمالا فلم يرى أحدا تحس دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر في وجهه وقال ويحك ما صنعت بالدم قال غيبته من وراء الحائط قال أين غيبته قلت يا رسول الله نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني قال اذهب فقد أحرزت نفسك من النار قال ابن حبان نافع روى عن عطاء نسخة موضوعة منها هذا الحديث وقال يحيو ابن معين كذاب فإذا قيل قد يكون الحجام المذكور أبو طيبة قال العلامة الخيضر لا يتأتى ذلك لأن أبا طيبة مولى لبني بياضة من الأنصار والمذكور في هذه الرواية أنه مولى لبعض قريش فهو غيره وقد روى أبو نعيم في الحل في معرفة الصحابة من حديث سالم ابن أبي هندن الحجام قال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت شربته فقلت يا رسول الله شربته قال ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام لا تعد قال وفي إسناده أبو الحجاف وفيه مقال فلعلها الرواية التي أشار إليها الرافعي وروي أنه قال لأبي طيبة لا تعد الدم كله حرام لكنه ليس أبا طيبة كما سمعتم وروى البزار بن أبي خيثمة والبيهقي في الشعب والسنن بإسنادهم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم قال له خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس قال فتغيبت به ثم شربته ثم سألني أو قال فأخضرته فضحك فهي قصة أخرى وأما رواية شرب دمه عن علي وابن الزبير فأما قصة علي يقول علمت الخيضري فلم أقف عليها لكن في سنن سعيد بن منصور من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيضا فقيل له مجه فقال لا والله لا أمجه أبدا ثم ازدرده يعني ابتلعه فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد لكنها قصة أخرى عن غير علي وهي مرسلة وهي في سنن سعيد بن منصور وأما قصة بن الزبير فأخرجها البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم قال اذهب فغيبه فذهبت فذهبت فشربته فأتيت فقال ما صنعت قلت غيبته قال لعلك شربته قلت شربته زاد الطبراني قال من أمرك أن تشرب الدم ويل لك من الناس وويل للناس منك هكذا رواية الطبراني والبيهقي من طريقه وفي إسناده الهنيد بن قاسم ولا بأس به لكنه ليس بالمشهور بالعلم ورواه الطبراني أيضا والدار قطني من حديث أسماء بنت أبي بكر بنحوه وفيه لا تمسك النار في إسناده علي بن مجاهد وهو ضعيف وثمت روايات أخرى عند غيرهم ولذلك قال ابن الصلاح في مشكل الأوسط أنه لم يجد هذا الحديث أصرا بالكلية بل فيه الروايات التي سمعتم وأخيرا فإن شرب أم أيمن رضي الله عنها لبوله صلى الله عليه وسلم وقوله إذا لا تدجوا النار بطنك ولم ينكر عليها فهو مما أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم والدار قطني والطبراني وأبو نعي من حديث أبي مالك عن الأسود بن قيس عن نبيحن العنزي عن أم أيمن قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقام إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم أيمن قومي فأهريق ما في تلك الفخارة قلت قد شربت ما فيها والله قالت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال أما والله لا يتجي عن بطنك أبدا وفي لفظ لن تشتكي بطنك وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلقى أم أيمن وله طريق أخرى عند عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره إلى أن قال في رواية فقال لمرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة أين البول الذي كان في القدح قال شربته قال صح يا أم يوسف وكانت تكن أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه وروا أبو داود أيضا من حديثي بسنده عن حجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان إلى آخر الحديث وهو مما خرجه في التزامات الدار قطني على الشيخين وعلى كل حال فالصحيح أنهما قضيتان وقعتا لمرأتين وهو واضح من اختلاف السياق وأن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن وهو الذي ذهب إليه البلقيني كما دل عليه كلامه وعلى مقتضما في هاتين الروايتين من شفائها من مرض البطن أو سلامتها من المرض مطلقا يتوجه صنيع نووي في جواز التبرك أو أنه كان يتبرك ببوله ويستشفى به صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من خصوصياته التي لا تتعدى إلى غيره ولا يتسع أيضا إثبات هذا الحكم بعده صلى الله عليه وآله وسلم هذه تمام المسألة السادسة والعشرين ولا يزال في الباب بقية من المسائل الخصائص التي سنأتي عليها تباعا في مجالس ليالي الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى مستكثرين بقية ليلتنا المباركة هذه وغدا في جمعتنا المباركة من صلاتنا وسلامنا على حبيب قلوبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملتمسين البركة حائزين من الأجر والخير والكرامات فيما جاء في الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فاح العبير بذكر أحمد وانبرا نحو القلوب معطرا ومبشرا في جمعة تهمي فضائل ذكره صلوا عليه فلقد أتيت مذكرا فيارب صل وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتمها صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وارزقنا إله علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عمدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين